فتح أمن ولاية ستيف تحقيقا حول بيع تذاكر المباراة الأخيرة في دور أبطال إفريقيا لوفاق ستيف ضد الأهل المصري بعدما تم العثور على تذاكر مزورة تباع في السوق السوداء قبل إطلاقها للبيع في أكشاك الملعب وأكدت إدارة الوفاق عن تعاونها في التحقيق مطالبة بإيجاد المتسبب في الأمر ومعاقبته اشتركوا في القناة